السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم معاي رح نشوف وصفة هيك بسيطة بتتحضر على السريع للغدا مغدية ومفيدة وبطلع كمية كبيرة للعائلات كلنا بنعرف إنه الآن آخر الشهر يعني الميزانية بتكون في نهايتها فبنكون حابين نعمل وجبة مغدية ومفيدة المهم بدي أتكلم هون عن إحنا كنقولوا اليوم قشاوش الدجاج اللي هو الرقبة القوانس طبعا أنا بكون شاي للكبد لأنه الكبد مش محبت إنها تضل بالتلاجة إذا بدنا نستفيد من فوائدها يفضل نطبخها بنفس الوقت هون عندي قوانس ورقاب رقبة الدجاج رح أطبخها بالرز إن شاء الله ما شوي جازر اللي بيحب ضيف جازر وفرفل كويس أنا رح أضيف بس الجازر فإن شاء الله يلا مع بعض نطبخها ونشوف الطريقة البسيطة هون في طنجر الضغط بنحط شوية زيت رح نحط عليهم الرقاب زي ما بتشوفوا بالشكل هذي الآن رح أضيف عليهم البصل والثوم زي ما بتشوفوا هون عندي ثوم وبصل وعندي شوية من البكدونس هون متل ما بتشوفوا بقلي في القوانس بس مع الرقابي بس بالثوم والبصل هلأ رح ضيف عليهم البهارات البهارات عندي كركم ملح فلفل أسود زنجبيل هون عندي بهارات مشكلة من بهارات الدجاج يعني أنا ما بدي أعمل رز الطعم الكبسة بس بدي أعمل رز أصفر وطعمه طيب أضعنا البهارات على الدجاج وراح نقلب المرحلة هاي رح ضيف شوية بكدونس وبخليه هكي تشرب كل الطعمات مع بعضك طبعا هاي الأكلة ماما الله يعطيها الصحة والعافية بالطريقة هاي كنا نعملها اما مع رز او نحط عليها شعرية بس الشعرية طبعا بدنا نكون مخففين المياه لان الشعرية بسرعة وعشان ما تتعجل تطلع أكله كتير طيبة للعشاء انا بصراحة كنا نعملها للعشاء بس حتى للغداء مفيدة وكتير طيبة شايفين معي هون اهم اشي هاي التشريبة هاي المرق انه يتشرب يعني هون انا محطت مرق كتير حطتت شوي عشان البهارات ما تنحرق عندي بهدي النار وبخليه يستوي اذا بتنظرت الضغط رح ساكل عليهم 15 دقيقة اذا طبعا انا رح ساستخدم تنظرت الضغط يعني بالطريقة هاي بخليه بالطريقة هاي زي ما قلت بخليه تشرب وطلع يعني ياخذوا كل النكهة الموجودة بالبهارات وبالبقدونس وهون زي ما بتشوفوا كيف تشرب البهارات يعني لو نحطها بطريقة هاي ونغمسها رح تكون طيبة لا تستعجلوا بالمية على الدجاج لا تستعجلوا دائما نخلوا الدجاج ياخد ريحة البهارات ياخد طعمها يضلوا هيك يغلي فيها بس فترة يعني فترة يعني فترة عشرين دكيقة 15 دقيقة كنت ما عندكم وقت حتى ممكن نطبخوا بدون يعني كترة سوائل كترة سوائل بتخلي الشغلة بصير مائلها طعم يعني كله سلق سلق بصير مائلها طعم يعني زي ما انتم شايفين بطريقة هاي انا خليت حوالي 15 دقيقة فالان رح صب عليها مي ساخنة واخليها 15 دقيقة لتنجرة الضغط بتكون مستوية عشان بعدها اضيف عليها الرز هون بالشكل هات حطت فيها كمية من المي ورح اخليها تستوي زي ما قلت بحب اتأكد انا انه الدجاج عندي مستوي ما بحب لا انا ولا ولادي ما بنحب انه الدجاج يكون قاسي شوي او يعني مستوي هيك تلت تلتين استوى لا لازم دجاج يستوي كتير منيح لحتى يعني نتأكد كمان يعني انه هو ما رح يسبق لنا اي اشي يعني فيه ناس بتلاقيها هيك بتاقول الدجاج شوي قاسي لا عشان هيك انا بفضل شغل تناجر الضغط او بطبخ في التناجر العادي على المهل يعني على نار هادي كما تشوفوا فتحت على الحوايج الدجاج مش عارف صراحة شو بيحكو لهم بالاردني انا رح نقول قشاوش قشاوش الدجاج طبعا هم تجميع لكل الدجاج اللي منجيبه بداية الشهر وبينكون مغسلين وهدول بنخليهم على الجنب الان رح اضيف الجزر وبعدها رح اضيف الرز زي ما بتشوفوا هون عندي الجزر مكعبات رح ارميه رح احطه على اله لاله الجزر ما بياخد ما بياخد وقت طويل في الاستيوة وبنفس الوقت بنحافظ على ثوائده هون متل ما بتشوفوا عندي رز رز مصري بكون غسلته ونقعته بالفترة اللي كنت حطيت فيها الدجاج وتبلت والرز مصري بيطلع كتير طيب ممكن كمان تعويده بالرز الامريكي وضفت كمان شوي من بحارات تبع الدجاج والفلفل الحار هاي بس للطعم يعني حسب الرغبة هاده الرز عندي ما شاء الله زي ما بتشوفو احنا في المرحلة هي ممكن نخلي احنا كنقول في المغربية مرغي اعتادر البوخار انه يكون مرغي او ممكن انه نشفوه بالطريقة هاي هون متل ما بشوفوا الطبق عندي زي ما قلت اكلة اقتصادية مغدية لديدة بتيجي لديدة شوفوا الرز عندي هون حبة حبة زي ما قلت احنا في المغرب ممكن نخليه مرغي يعني بخلوا فيه شوية مي بس انا بنشفو شايفين بس بهارات الدجاج لضفوا بهارات كبسة لانه هو بالنهاية بدنا نغير عن طعم الكبسة وبهارات الكبسة وحوايج الكبسة اللي متعودين عليها زي هيك باتمنى انه تكون فكرة اليوم عجبتكم واذا اعجبتكم لا تنسوا اللايك وشير وشكرا على دعمكم الي وعليكم الفافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة